سعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام كما عودناكم في كل عدد من حصتكم الاجتماعية أرشديني نجيب على استفساراتكم، انشغالاتكم وكل ما يعيق حياتكم وعلاقاتكم الاجتماعية ننتقل وإياكم مباشرة إلى المتصل أو المتصلة ألو ألو السلام عليكم أستاذة وعليكم السلام مرحبا بيك معك إسماهان العاصمة مرحبا بيك إسماهان وفي كل سكان العاصمة سلمك تعيشي صحة رمضانك ومتصلة بالصحة سلمك رمضانك بالصحة والإهنا إن شاء الله سلمك أنا من المتتبعين حصة الحصص ديولك ما شاء الله أداء شكرا جزيلا هذا تحفيز بوريكت لأنها الحقيقة أستاذة لو حبى ذات نفسي معنا موضوع نعم مهم جدا وموضوع حصري حول تواصل اجتماعي عندي إشكالية حول الموضوع فضلي أكيد فضلي إذي تفضلت أستاذة هل أبعدتنا مواقع تواصل اجتماعي عن الواقع الذي نعيشه وأصبحنا نعيش في عالم افتراضي هل حققنا من خلالها ما كنا نطمح إليه أم أننا أهدرنا أوقاتنا وقطعنا تواصلنا بالواقع شكرا جزيلا على هذا الموضوع نعم لهو موضوع الساعة وهذه الإشكالية الممنهجة سنتناقش إن شاء الله في الموضوع شكرا جزيلا لك أختي الكريمة على اتصالك يعطيك صحة شكرا جزيلا لك يومك سعيد شكرا شكرا بوركتي نعم وللأسف الشديد أن التكنولوجيات الحديثة أصبحت جزء لا يتجزى عن مجتمعنا وعن خاصة عن الأسرة اللي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع أكيد أنه يعني التكنولوجيات الحديثة بكل تقنياتها بكل تطبيقاتها فيها من الأمور الإيجابية الكثير نعم باعتبار أنه العالم يعني أصبح قرية صغيرة هذا يعني حسن استغلال هذه التكنولوجيات وهذه التقنيات الحديثة يأثر إيجابا يعني من الجانب العلمي يعني في حياتنا اليومية الاقتصادية الاجتماعية كلها لكن المشكل عندما نسيء استعمالها عندما تصبح يصبح هذا العالم الافتراضي وتصبح هذه التقنيات هي بديلة عن العالم الحقيقي نعم الإنسان يحتاج إلى التفاعل الطبيعي يحتاج يعني إلى تكوين علاقات حقيقية في العالم الحقيقي يحتاج الإنسان أن يحقق أهداف وطموحاته في الواقع لكن وللأسف الشديد أصبحت اليوم يعني هذه التقنيات الحديثة تؤثر سلبا إذا أسأنا استغلالها نعم عندما يصبح الفضاء الأسر أزرق أقول هو الملاذ للكثيرات والكثيرين عندما يصبح هذا الفضاء هو الهروب من الحياة الحقيقية عندما يلجأ للأسف الشديد أبناءنا المراهقات والمراهقين إلى هذا العالم بحثا عن الشعور يعني بالجو الأسري بحثا عن إثبات ذواتهم خاصة إذا كانت هناك استقلالية من طرف الوالدين نعم اليوم في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا الجزائري على غرار عفوا عديد المجتمعات نشوف أنه هناك أسر للأسف الشديد تركز على الجانب المادي يعني الأسرة التي تحتم فقط أنها توفر لأبناءها الضروريات وحتى الكماليات وتكون استقالة في الجانب التربوي عندما لا يكون هناك جسور تواصل لا تكون هناك ثقة بين الأطفال والأولياء نجد أنه للأسف الشديد يلجأ خاصة المراهق المراهق الذي يعيش يعني فترة جيدة صعبة في حياته كل إنسان منه في مراحل حياته الطفولة المراهقة الشباب إلى آخره وجرب الإنسان هذه الفترة هذه الفترة يشعر فيها الواحد بصراع يشعر فيها أنه يبحث عن إثبات الذات يبحث عن الانتماء إذا وجد القاطعة دخل البيت يذهب إلى العالم الافتراضي وهنا السلبيات نعم عندما لا تكون رقابة على أبنائنا في الطفولة وفي المراهقة رقابة على يعني ما يشاهدونه في هذا العالم الافتراضي بكل تحدياته لأنه لا توجد غربلة نتلقى كل شيء ولا ننسى أن مجتمعنا الجزائري المسلم المحافظ يملك من القيم الكثير يعني منظومة قيم ثارية يجب علينا أن نربي أبنائنا بالقيم عندما نجد للأسف الشديد أن هذا العالم الافتراضي ممكن فيه أن نكتسب يعني مفاهيم لا تتناسب ومجتمعنا وديننا أقول وقيمنا هنا يعني الإشكال يعني كذلك نجد هناك من يريد أن يعيش شخصية غير شخصيته يعني من يستعمل آلية الدفاع لي التقمص يعني هذا الإنسان ليس راضي على شخصيته الحقيقية سواء رجل أو إمرأة يعني يروح إلى العالم الافتراضي يتقمص شخصية أخرى وهذه من أضر آلية الدفاع للإنسان يعني سلوكاته تصبح غريبة نشوفه هناك وللأسف من يلجأ إلى العالم الافتراضي يتقمص شخصية أخرى اسم مستعار إلى آخره يعني مهنة مستعارة هذا الإنسان نشوفه أنه غير مقتنع بمكانته الاجتماعية أو بمظهره الاجتماعي إذن نقوله هذه من بعض السلبيات الكثيرة جدا في هذا العالم الافتراضي نعم من أهم السلبيات عندما وللأسف شديد نجد أسرة لتكلموا اليوم عن العائلة الممتدة اللي كانت زمان اللي كانت تقعد في مائدة الإفطار أو في مائدة العشاء اللي يتلموا فيها الأب الأم الإخوة الجد كانت هناك زيارات يعني عائلية كان هناك تواصل أسري كانوا لكل ملموم اليوم نجد داخل شقة واحدة واليوم رانا العائلة النواة يعني الصغيرة حكم أنه الطابع العمراني تغير كانت زمان ديار كانوا ديار كبار ديار أعرب ديباسيو هذو فيهم يعني يعيشوا كامل مع بعض اليوم التطور هذا التغيير العمراني شقق صغيرة وزيد كاين واحد الضيف هذا الضيف اللي جاء بدون استئذان اللي تخلى ديارنا بلا ما يطبطب يقول راني جيت عندكم هذا الضيف وشنه هو؟ هو هذه التكنولوجيات الحديثة هو هذه التطبيقات كلها هذا الفضاء الأزرق هذا العالم الافتراضي ولا كل واحد وللأسف شديد عايش هناك من يعيش في أسره واحدة لكن ما كاش الشعور بالانتماء اختراب دخل البيت ما كاش ليتواصل يفضل أنه يتواصل في عالم الافتراضي وما يتواصلش مع أخوه أو مع أخته إلى أخيره يعني عندما نحتم بكثرة في هذا العالم الافتراضي ونتجعله هو عالمنا الحقيقي سنفقد الكثير في الواقع نعم هناك وللأسف شديد من أسر يعني فقدت ذلك التلحم الأسري هناك يعني من تجاهل أنه عنده أبناء يحتاجون إلى تلك الرعاية الخاصة يحتاجون إلى التربية يحتاجون إلى زرع القيم يحتاجون إلى الاحتواء العاطفي حتى نجده للأسف الشديد أنه راو يهرب إلى هذا العالم بمواقعه المختلفة وشفنا يعني سلبيات كثيرة هناك يعني من يشجعون للأسف الشديد خاصة المراهقين هناك مواقع يعني من يشجعون على العنف مواقع من تشجعني على تصرفة لا أخلاقية هذه من سلبيات هذا الفضاء وهذا العالم الافتراضي إذا لم نحسن استعماله إذن علينا أن ندرك أن هذا يعني جزء من حياتنا اليومية هو فقط من أجل تسهيل يعني ممارستنا اليومية المعاملات المالية الاقتصادية يعني العلمية إلى آخره لا يكون هو العالمنا ككل هو جزء من حياتنا العالم الافتراضي ليس حياتنا علينا أن نتبادل يعني كل تلك الأحاسيس المشاعر في الواقع مع أسرتنا مع أحبتنا علينا أن نكون علاقات اجتماعية حقيقية علينا أن يكون هناك تفاعل طبيعي الإنسان يعني يكتسب مهارة الإنسان يؤثر يتأثر الإنسان يعني يؤدي رسالته في الحياة في الواقع ليس في العالم الافتراضي وقلت اللي هو بالنسبة للكثيرات والكثيرين هو هروب من عالم حقيقي لم يستطع أن ينجح فيه هنا الإنسان راه يضر نفسه لأنه يقول لك أنا الروح معلش أنا مايش عجبتني نفسي أنا مايش راضي بروحي أنا ما حققت والو نروح للعالم الافتراضي نقعد ساعات وساعات ونتقمط شخصيات متعددة لأرتاح أنا نقول لك هذه ليست راحة نفسية راح يسبب لك ضرر نفسي راح يسبب لك بعدها آثار نفسية كثيرة راح تصاب بالإحباط والاكتئاب لأنه راح تعيش تصادم بين واقع وبين عالم غير حقيقي إذن علينا أن نحسل استعمال هذه التقنيات الحديثة يعني هي تكون وسيلة ليست غاية للحياة علينا أن لا نقصر في أمور عديدة يعني تلزم في حياتنا اليومية نروح ونهربو لها علينا نعاود أننا نسترجع تلك العلاقات الحقيقية في الواقع خاصة أننا يعني مجتمع يملك من القيم الكثير إحنا مجتمع معروف بالتلاحم بالتضامن بالتكافل الاجتماعي وبالتلاحم الأساري وفي الأخير في نهاية هذا العدد من حصتكم الاجتماعية نشكر كل من يتصل بنا نشكر يعني نشكركم على رسائلكم التحفيزية إلى أن يتجدد موعدنا بكم إن شاء الله في عدد لاحق تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي رمضان مبارك كل عام وأنتم بألف ألف خير ترجمة نانسي قنقر